معكم عالي قيس رئيس المجلس الإقليمي للسياحة هذه الجمعية مهنية لفتية تم تأسيس ديالها يوم 21 شهر 12-2019 بدنا العمل من أجل النهوض بهذا القطاع ديال السياحة والاستماع للحاجيات ديال الكراهات اللي كتواجه الناس ديال القطاع ونحاوله ما أمكان أننا نشتغلوا في هذه القطاع ونخله واحد القطاع اللي هو تنموي عندنا بإقليم أساسها أول شيء إحنا كابناء المنطقة كنشوفوا بأنه عندنا مؤهلات سياحية اللي نقدروا نستغلوها ومؤهلات كبيرة وكبيرة جداً وكتماشى مع مؤهلات اللي كتطلبها سياحة مستعدمة عندنا الحمد لله الواحات عندنا أزيد من ثلاثين واحة عندنا أزيد من سبعين موقع ديال النقو الصخرية عندنا مواقع ديالي تيميليز أزيد من مئتين موقع عندنا المباني التاريخية عندنا لسيتيكولوجيك عندنا بزاف ديال الأمور إضافة إلى التموقع الجيوستراتيجي ديال المنطقة حيث أن الإقليم أسزاك هو حل الإقليم اللي كيربط لتدل جهات عندنا الحدود مع طاطا اللي من جهة أقادير عندنا الحدود مع الصمارة اللي من جهة جلمية جهة العيون وعندنا الحدود مع قلميم طنطان اللي كي يشاركونا نفس الجهة إضافة إلى كون هدل الإقليم والإقليم الوحيد اللي إقليم الوحيد في المغرب اللي عنده واجهتين بريتان منفتحتان على كل من الموريطاني والجزائر هدل الموقع الجيوستراتيجي نقدر نستغله فيما هو سياحي ونشغل به إن شاء الله ونمشو به الابتان من هنا رؤيتنا الاستغلال هدل المؤهلات وهدل تموقع الشغرافي وكنا كنشوفوا بأنه سواح يوميا كي يكونوا عندنا ناوة لكن ما كنش إسلافك اشتغل فكرنا أننا نقسوا جمعية دينا دي المجلس الإقليمي للسياحة ونحاولوا ما أمكن تخلنا في اتفاقية شاركة مع المكتب الوطني المغربي للسياحة مشكورين اشتغلنا على توطين إقليم أسزك دي من الخريطة السياحية الحمد لله إحنا يلا تقريبا عام دي اللي اشتغال مع المكتب الوطني اليوم الحمد لله كنقول بأنه استدخلات الخريطة السياحية الوطنية اليوم عندنا سيتويب دينا اليوم عندنا دوسيدو برايس عندنا حويج عندنا خريطة دينا عندنا حويج اللي نقدروه نهضروه نقولوا بأننا كان السوق اللي بين الأولى للسياحة بيقليم أسزك بالنسبة لكورونا كورونا هي واحد الوباء اللي وقف الحركة السياحية في العالم كله ماشي غير في المغرب ولا في العالم كله وقف وقفات الحركة السياحية بالنسبة لنا احنا ما كناش أصلا كان نشتغلوه وكان نقولوا بأننا كان نشتغلوه في سياحة أننا نخرجو خريطة دي الإقليم أسزك لوجود وكانت احنا بالنسبة لنا الفترة ديالكورونا كانت واحد الفترة اللي استغلينها في العمل من أجل القيام بهد البلون داكسيون اللي كان عندنا مع المكتب الوطني مشكوري اللي كانوا دعمونا والحمد لله كان القوم منهم توجيه بالنسبة للإقليم أسزك بالنسبة لنا إقليم حباه الله بمؤهلات سياحية ومتنوعة اللي كتخليه وشاسعة المجال الحمد لله هاد المؤهلات كاملين كتخلوها أنه يتبوأ مكانة لا بأسة بها في قطع السياحة إذا تم استغلالها عندنا مشكلة واحدة احنا اليوم كنشغلو على تسويق دياله وعلى كده كده ولكن عندنا واحدة المشكلة ألا وهو آآ البنية تحتية من آآ آآ الإيواء مسألة الإيواء آآ الإيزوتيل آآ صح نحن اليوم آآ نحاولوا ما أمكن أننا آآ كنشتغلوا على أننا نحاولوا ما أمكن أننا نشوفوا مع الناس دي المنطقة أنهم يستثمروا في هذا المجال نحاولوا ما أمكن أنهم المجالس أنهم يحطوا آآ السياحة من الأولويات ديالهم في المخططات التنموية ديالهم نحاولوا ما أمكن أننا نقنعوا مستثمرين من آآ داخل الوطن أو من خارج الوطن للاستثمار في آآ في آآ في هذا القطاع بإقليم آآ السزاك والحمد لله آآ آآ كين كين عندنا المقاومات ليتخلينا أننا نشوف سياحة إذا تم استغلالها لاستغلال الأمثل ودبال السائح ولا كي يبغي يهرب من ديك الضوضاء ديال المدينة وكذا 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 إحنا الحمد لله المجال شاسع ومؤهلات متنوعة ومختلفة منطقة كتنسيك في الأخرى كين بلدين دي سابل كين الواحات كين الجبال كين آآ زيادة إضافة إلى أنه ع طول السنة كين وحل جو مشميس وحل جو بارد نسبيا كذا آآ وحل هدى هدى الشميسة وهدي عادي حويج لي نقدروا اللي عبوا بها احنا آآ في ترويج ديالنا سياحيا إضافة إلى القمراء وصمر الليلي والنجوم آآ مسائل اللي هي وراحت البال والهدوء واحد الساكينة واحد الجوف تبارك الله اللي يخلي أي واحد يجي ما يملش ويبقى يتذكر هدى المنطقة ونجاح هدى 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 القطاع قطاع السياحة نجاح ديال قطاع السياحة في في اقليم آآ الززاك هو نجاح لنا كاملين لأنه في آخر المطاف آآ فيه توفير فرص الشغل الساكينة فيه مشاريع إنسا إخوة غديد المشاريع ديالهم يعني فيه واحد الرواج كيكون فيه واحد الرواج وإضافة إلى التلاقوح الثقافات